شكرا للمشاهدة 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 وحنزل في المكان اللي أنا عايزة وطبعا كل بيضة حاول تكون بعيدة عن التانية هبتدي أكثر بيضة التانية طبعا ما تقلقوش أبدا ما فيش صفارة نهائي لأن الصفارة بتبقى أساسها في الصفار مش البيض فبمجرد أن انت بتنزلي بالبيضة في قلب الشربة بتقفل على طوله بتجمد البيض بيتجمع حاولين الصفاره بيجمد فما بيسحش ما بيفقش الصفار ما بيباش سايل جوه لأ البيض بيجمد على طول وبيحوط على الصفار وبالطريقة دي ما تقلقيش خالص خالص بصوا بحاول فضي البيضة في مكان مختلف عن اللي فضيت في المرة اللي فاتت وبيجمد بسرعة وما تقلقيش خالص كده أمرا معتوه بقى زفرة ومش الوصفة دي مش زفرة خالص ولا فيها نكهة البيض نهائي يصدقوني أتمنى تجربوها ما فيهاش نكهة بيت خالص خالص أنا كده حطيت الأربع بيضات بتوعي وبصوا البيضة بتاديبان على وش الشربة ازاي شايفين جميلة قوي أنا ههدي أخلي النار وسط وهسيبها تستوي لمدة من عشر دي الربع ساعة بالكتير هيكون الرز استوى والبيض هو كمان استوى وهرجع وريكو برضو الشكل بتاعها أول ما تستوي معايا بصوا يا حبيبي بنقلب حاول نقلب براها بصوا البيضة جمد ازاي والصفار في النص متحوط علي مسلش نهائي بصوا زي ما انتو شايفين كده هسيبها عشر دقايق وابتدي أقدمها معاكم ونشوفوا الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي هتعجبكم جدا ورحة هتوحفة انتظروني هنقدموها سوا مع بعض بصوا يا حبيبي بعد عشر دقايق استوت استوت خالص تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا لون الرز عامل ازاي لونه بني لون الشربة تحفة رحيتها تجنن تعالوا دلوقتي نغرفوها سوا ونشوفوها مع بعض ونشوفو الرز استوى ولا لأ عشان محدش شيء لا خالص يلا بينا نغرفو مع بعض طبعا انت بتقدمي مثلا بتعملي بضايا لكل فرد فبتبتدي تحطي لكل واحد في طبقه البضايا بتاعته تمام بصوا البضايا دي ببيضها بصفرها لكل شخص بيضة شوفوا لون الشربة تحفة بجد جميلة وقتلة شتوية جميلة قوي بتدفي خالص خالص حلوة جدا هتعجبكم لون الرز لون الشربة جميل جميل مثالي يلا بينا نقدمها مع بعض ونشوفوها يلا بينا تعالوا نقدموها مع بعض الشربة بقى لازم كمان شوية شربة كده بصوا جميلة وقوامها حلوة قوي يلا نقدمها مع بعض تابعوني بصوا يا حبيبي احنا دلوقتي ورفنا الطبق الشربة بتاعنا الجميل جميل قوي رحتو حلوة قوي شوفو الشربة جميلة جدا فيها قوام بسيط من الرز من بصو البيضة تعالوا نشوفوها من جوة تعالوا نشوفو الصفار يا حبيبي تعالوا نشوفوه مستيوي ولا لأ بسم الله بصوا شايفين الصفار مستيوي خالص والشربة جميلة وزي ما قلت لكم البيض قافل على الشربة قافل على الصفار محوطة عليه فاشوفو جميلة جدا الشربة حلوة قوي اتمنى تجربوا وصفتي النهاردة اتمنى تكون عجبتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب اشوفكم على خير حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة